في الحقيقة وفي البداية احنا مؤسسة المجتمع المصري الامريكي برئاسة سيد الدكتور حسام عبد المقصود واحنا داخل المؤسسة بنتحرك تحرك جدي عشان نربط ابناء مصر بالخارج وبالذات في المجتمع الامريكي بالمجتمع المصري والمجتمع او الوطن الام نهاردة بنحتفل بتوقيع اتفاقية ما بين مؤسسة المجتمع الامريكي والسندوق تحيا مصر هذه الاتفاقية بتتيح لمؤسسة المجتمع الامريكي انها تجمع موارد المصريين في امريكا وتديها لسندوق تحيا مصر علشان يوجهها لبرامج الرعاية وعلى رأسها برنامج الاطفال بالمقوى للمصريين هناك شايفين النوري اولوية ابتدينا نشوف لأول مرة يعني آلية جديدة للتعاون بين المصريين في الخارج وما يحدث داخل مصر واحساسهم ببلدهم حاجة الحقيقة جميلة جدا دايما بقول ان المصري في الخارج يعني اكتر ولاء من الداخل لان هو الحقيقة في الغربة فبيشعر بدولته وببلده اكتر وعايز اديها اكتر انا كنت سعيدة ان اكون مشاركة النهاردة في هذه المبادرة وكون شاهدة على توقيع هذه الاتفائية اللي قامت بيها صندوق تحيا مصر والحلو كمان ان المصريين في الخارج بالذات في امريكا كانوا حارسين يكونوا معنا النهاردة ويكونوا مشاركين بالدعم المادي والمعنوي يوم كان حلم صغير اصبح عيه كبيرة 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 اكبر من ما تخيلت خالص النهاردة بداية قانونية ان احنا نبتدي نقدر نقدم للحكومة الامريكية عشان ناخد التصريح القانوني ان احنا نقدر نجمع الفلوس من امريكا ونبعتها هنا لمصر لتحيا مصر وتحيا مصر مع تعاون مع سيادة الوزيرة غادة والي في مشروعات كتيرة احنا بديين باطفال بلا مقوى لان ده الحقيقة ده اللي جابنا هنا